هذا السؤال يقول هل يجوز حقن الوجه بإبر البوتيكس لملء التجاعيد من أثر التقدم في العمر بالنسبة لعمليات التجميل بشكل عام بالنسبة للإبر لا بد أن نفرق بين أمرين بين العمليات الترميمية والعمليات التجميلية ونقصد بالترميمية أحيانا الإنسان يصل إلى حد بأنه لا بد من التدخل الطبي فإذا كان كذلك فإنه يمكن أن يتدخل الطبيب من أجل الترميم وليس من أجل التجميل والتجميل هو تغيير ومجرد أنه يريد أن يتجمل من غير وجود العيب الطارئ أو من الولادة خلقي مثلا فإذا كان هناك هذا العيب الذي طرأ أو كان أصلي فإنه يمكن أن التدخل الجراحي يكون موجودا موضوع الحقن له بعد آخر وهو ما يحدده الأطباء هل يعتبر ذلك مضرا أو ليس بمضر فإن الاعتبار للجانب الطبي فهم الذين يحددون المشروعية وعدل المشروعية في حالة النفع أو الضرر فإذا كان الأمر كما نسمع عن وجود أضرار في استخدام هذه الإبر فلا يجوز استخدامها فإذا أخبر الأطباء الموثوقون من أنه ليس هناك ضرر ووجد الحاجة إلى هذا الترميم الذي طرأ أو كان خلقيا فيمكن أن تستخدم إذن نحن نضع القواعد ثم بعد ذلك نترك للأطباء مساحة للعمل عندما يسألني الأخوة الأطباء حول موضوع التجميل بشكل عام أقول لهم بأن القواعد نغطيكم إياها ونحن نثق بكم ونثق بتقديركم للحاجة وعدم الحاجة فإذا كان هناك عيب فإنه يجوز طالما أنه ليس في استخدام هذه الإبر أو غيرها من الوسائل ما يمكن أنه يؤثر على صحة المريض حالا أو مستقبلا اليوم لدينا هذا النوع البوتكس مثلا قد يظهر نوع آخر وهكذا لأن مثل هذه العلوم كالطب مثلا فإنها متجددة ومتطورة ومتغيرة العبرة بالقاعدة وجود الحاجة للترميم واحد اثنين عدم وجود الضرر الذي يتحقق بسبب هذا الاستخدام وفي العموم لا نحث عليها ولكن لا نمنعها طالما وجدت الحاجة وليس هناك ضرر والذي يحدد ذلك هو الطبيب المتخصص عمل